ايه موضوع الوقت اللي بيعدي زي الهوة ده؟ الوقت بيعدي بسرعة جد وانا مش متخيل ان استنادي يخلص احنا يعني مش هنتكلم في الجزئات ديناير انا هناك بعض الاحديث اعتقد بتتكلم عن تصارع الزمان احنا اخد الموضوع من ناحية العلمية شوية محتاجين الناس تركز معانا يعني الموضوع مش بس مرتبط بتصارع الوقت ولكن كمان الزمن اللي احنا عايشين فيه هل هو زمن حقيقي ولا لأ؟ يعني ايه حقيقي؟ يعني هل احنا فعلا في سنة 2023؟ ولا ممكن حتى التاريخ اللي احنا عايشينه يكون تاريخ مزيف؟ او غير صحيح؟ هو ممكن يكون لأ ولا ايه؟ ممكن ممكن فيه فرضية هنتجي نتكلم عنها اه يعني هو الموضوع غريب الموضوع غريب شوية بس احنا محتاجين ان احنا نشوف الاول ما هي الفرضيات في هذا الامر تصارع الوقت اللي حياتك نتكلم تاريخ في الاول اه فعلا هناك تصارع شديد جدا في الوقت هل تصارع الوقت ده يخص حاجة معينة في الكور او في نواة الارض نفسها او تصارع حركة الارض بشكل معين هل ده بيحدث بشكل طبيعي ولا حدث تدخل بشكل معين من بعض الاشخاص علشان نحس بدا تدخل من اشخاص يخليين حس الوقت بيعدي زي الساروخ كده ان هم اللي يعني باجهزة ما قاموا بتعجيل سرعة دوران الارض ووصلونا لمرحلة ان اليوم بقى بيعدي بسرعة جدا وبدأت تظهر فرضيات ان اليوم ما بقاش 24 ساعة والساعة بقيتش 20 دقيقة والسانة بقيتش 365 هي بقت اقل من كده نتيجة تصارع الوقت بهذا الشكل ربما يكون الكلام مستغرب اكيد ده غريب جدا طبعا لكن الحقيقة ان بداية احساسنا بفقدان الشعور بالوقت الطبيعي كان في مرحلة كوفيد او بعد يعني بعد الاعلان عن كوفيد 2019-2020 يعني كل الناس حتى لما تلاقي بوست موجود على الفيسبوك يقولك انا من 2019 ولا 2020 انا مش حسس انه ثلاث سنين عده صحيح في بداية انتشار كوفيد بدأت الناس يحصل لها حالة من حالة عدم الاحساس او عدم الشعور بالوقت بالشكل الطبيعي بتاعه وهنا ابتدت نظريات تخرج تتكلم في هذا السياق وتحاول ان هي توضح حقيقته هل اللي بيحصل ده بيحصل بسبب التجارب اللي بتحصل في مصادم الهايدرونات سيرن اللي معنا صور ليه اللي موجود في سويسرا مصادم الهايدرونات مصادم الهايدرونات اللي موجود في سويسرا ده هو من ضمن البرامج اللي موجودة والهدف منها دي ساعة نهاية العالم هنتكلم عنها يعني دي جاية بعد شوية صغيرين هي برضو مرتبطة على فكرة وده برضو اول ما هنكمل سيرن هنتكلم عن ساعة نهاية العالم بالضبط هو مصادم الهايدرونات ده مصادم الهايدرونات ده المفروض ان الظاهرة الطبيعية اللي هو بيحاول يصل اليها هو الكون اللي احنا عايشين فيه نشأ ازاي احنا عارفين ان في الزرة البروتون نيترون الكترون بوزيترون او وتفر المسميات هم بقى عايزين يوصلوا لما دون الزرات او ما دون النواة عايزين يوصلوا للمكون الرئيسي للكون علشان يصبح بامكانهم انشاء كون مماثل هم عايزين يفهموا الكون ده تعمل ازاي دي التصريحات الاساسية في الموضوع ولكن بعض العلماء اللي اشتغلوا في هذا المصادم قالوا ان من ضمن السايد افكت بتاعته انه ممكن يعمل الاختلال في شعورنا بالزمن يؤدي الى احداث خلل في شعور البشر عموما بواقعية الزمن نفسه بل وظهرة نظرية اكثر خطورة ان العلم انتهى اصلا اصلا في 2012 عالم ايه اللي انتهى وما احنا فيه احنا بندي الفرضيات كلها اكيد والعالم ما انتهاش قال لك ان العالم لما انتهى انتهى بسبب هذا المصادم والتجارب اللي بيقوم بيها والتجربة الاساسية اللي حصلت انه هو عمل تصادم بين كنين او بين بعدين مما ادى الى افناء احد هذه الاكوان بالبشر اللي عايشين فيه تماما لما حصل هذا التصادم بهذا الشكل ابتدت الناس ما عندهاش القدرة على معرفة الوقت الحقيقي وابتدى يحسوا دايما ان الوقت بيعدي بسرعة وانا لازم اكررها تاني ان احنا بقي شهر على 2024 فعلا الوقت بيعدي بسرعة جديدة مستحيل ده يكون الواقع مثلا من 10-15 سنة يعني هل بركة الوقت قلت بنقولها بالشكل الطبيعي بتاعنا تحس ان بركة الوقت ما بقيتش موجودة لكن هلوقتي مش بنتكلم في البركة بتاعت الوقت هلوقتي بنتكلم في الظواهر العلمية المرتبطة بيها في بعض الاقويل المهمة اكدت ان هذا المفاعل هو السبب في اللي بيحصل هو المفاعل ده موجود فين في سويسرا طيب يعني بين سويسرا وفرنسا وانت بتقول ان هو دلوقتي يبتدأ يعمل تجارب معينة ده هو الشغال من زمان هو الشغال من زمان التجارب دي بسببها خلى انه يحصل تصادم بين بالضبط أبعاد كونية